اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيل الصغير الى مرحلة يأس يدرك فيها ان لا جدوى من المحاول فالحبل اقوى منه ثم يصرف النظر عن الامر مهاته يكبر الفيل الصغير وفي ذاكرته انه اراد الخلاص من شيء ما منذ مدة وفشل في ذلك هو اليوم قادر على اقتلاع جذور شجرة او تخريب السرك بكل سهولة ومع ذلك يمكن تقييده بحبل رفيع مثبت في عمود مكنسة ولن يحاول التحرر منه لان هناك حبلا وهميا يسكن فكره وروحه يمنعه من رؤية حقيقة قوته ومن التحرر كذلك لا يدرك الشعب المستضعف حقيقة قوته كما هي في الواقع بل يراها من خلال الاديولوجيات السياسية للدكتاتورية الخانقة التي تحكم عليه بالعجز والتبعية في ظل نظام جائر يتم تلقين الشعب بكل الطرق ان السلطة والقوة تكمن في قمة الدكتاتورية وبأن بناءها متين غير قابل للهدم وبأنها تطبق بصفة نازلة من الاعلى الى الاسفل وبأن الشعب لا يملك من امره شيئا لا سلطة ولا قوة ويتوجب عليه الطاعة والرضوخ تنشر الدكتاتورية مفهوما متآلفا للقوة والسلطة داخل ارواح هؤلاء المستضعفين عندما يرى الشعب رأس الدكتاتورية عبر التلفزة يسير على بصات الأحمر بينما يسير البقية على الأرض وحين يراه يتفقد الجند بينما حراب ماسوراتهم القاتلة منتصبة نحو الأعلى تحية له وحين يرى إطراء الوزراء الرسميين والصحافة عندها تترسخ في ذهنه فكرة أن السلطة تكمن في قمة الدكتاتورية كما أن السجن واغتيال المعارضين السياسيين من جهة والعفو الموسمي عن المجرمين والمحكوم عليهم بالإعدام من جهة أخرى تنحت في الأذهان أن قمة الدكتاتورية تحيي وتميد تماما كما ادعى النمرود منذ آلاف السنين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت حين يرى الشعب أيضا العروض العسكرية ويرى الشرطة في كل الأمكنة وحين يقال له أن المخابرات حتى وإن كانت غير ظاهرة للعيان فإن لها آذانا وأعينا في كل مكان حين يشهد الشعب أيضا هبل وكذا ركائز البنايات الحكومية أو حتى المشاريع الهندسية الكبرى كالطرق السيارة والملاعب إلى آخره حين يرى الشعب مظاهرات ضخمة يتم تفريقها بالعصى والقزول عندها تقذاف في ذهنه صورة يبطنها بأن السلطة ثابتة متينة ودائمة عندما يشهد الشعب أيضا نتائج الانتخابات في قطرة تنفر في اقتلال وأن الانتخابات المزورة غالبا ما تتعارض مع إرادته حين يعاني مرانا من عجزه عن إصلاح الفساد الذي يراه أو يعاني منه يوميا حينها يتم تلقينه ألا حول ولا قوة له فيغرص في داخله الإحساس بالعجز حين يدرك الشعب أن ثمن المعارضة هو السجن أو التعذيب أو القتل أو الإفقار أو العزل والنفل وحين تفهمه الدكتاتورية أن الصمت والخضوع هما البديل الوحيد للحفاظ على سلامته ورزقه فإنه يتعلم وينشأ تماما مثل الفيل على الطاعة والإنقيات إن المفهوم المتآلف للسلطة الذي تروجه الدكتاتورية يحول دون رؤية الشعب لقوته الحقيقية ومن ثم يتقاعس عن الانتفاض في حقيقة الأمر ليست السلطة أحادية بل هي متعددة وليست مركزة في قمة الهرم ولا جوهرية أصلية في الدكتاتوريين بل هي متفرقة ومصدرها الشعب على الخصوص ليست السلطة متينة دائمة بل هشة ومؤقتة في الواقع ليس الشعب عاجزا فهو يملك قوة هائلة يكفي أن يدرك ذلك حتى يتمكن من الإطاحة بالدكتاتورية وبالفعل فإن الشعب هو مصدر السلطة وكما يقول غاندي لا تستطيع أكثر الدكتاتوريات استبدادا وقساوة الاستمرار دون تعاون وموافقة الشعب ليس المستضعف ضعيفا في الأصل بل لديه شيء من القوة والسلطة وإلا لما كلفه الله سبحانه بمسؤولية حالته إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر النبامة لما رأوا العذاب إذن هناك دوما فضاء للحرية والوعي والعمل حتى في ظل الأنظمة الأكثر استبدادا تترى سلطة النخبة الدكتاتورية للمستضعف في شكل بنية متمركزة عمودية غير قابلة للكسر ومنتظمة في الواقع هذه الصورة تجريدية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة فقمة الدكتاتورية تتكون في الغالب من شبكة مجموعات تتشكل من عدد من الأفراد بلحمهم وشحمهم يقرر كل واحد منهم حسب مصالحه وأهدافه وانتمائه الأسري أو القبلي أو الجهوي أو الإديولوجي وبالمقابل فإن السلطة موزعة بشكل أوسع فالنخبة الدكتاتورية لا يمكن لها استخراج البترول وجباية الضرائب وتوزيع المواد الغدائية وتوفير الماء والكهرباء وتسيير المدارس والمستشفيات وكذا بناء وتعبيد الطرق وتنظيم المواصلة وإدارة البنوك ومراكز البريد وإقامة المحكمات ومراقبة الحدود وحتى تمثيل البلاد في منافسات كأس العالم إلى آخره وحده الشعب قادر على تقديم هذه الخدمات عن طريق هيئات متعددة تابعة للدولة من جيش وشرطة وموظفين وعمال اقتصاديين وماليين وأنظمة تربوية صحية وإعلامية وجمعيات إلى آخره لو قرر المواطنون وقف تقديم هذه الخدمات عصياناً للسلطة فلن يتبقى للنظام الجائر أي سلطة اتضح الآن أن النخبة الدكتاتورية لا يمكنها الوصول والسيطرة على الموارد البشرية والمهارات وكذا الموارد المالية لبلد ما دون موافقة الشعب فالتحايل في الانتخابات مثلاً يعد تناقضاً حيث يتم الاستعانة بالشعب ونكرانه في نفس الوقت لكن الدكتاتوريين ينظمون الانتخابات السورية على وجه الخصوص فهم بحاجة إلى شرعية الشعب وفي هذا اعتراف للشعب بأنه مصدر السلطة السلطة هشة ومؤقتة كونها تعتمد على التوازن المضطرب للعلاقات بين شبكات وعصابات النخبة الدكتاتورية لكنها تعتمد بشكل أكبر وأهم على طاعة وتعاون مختلف المؤسسات والمنظمات سواء التابعة لإدارة النظام أو المستقلة عنها ولا سيما طاعة وتعاون السكان أيضاً يمكن للنظام الدكتاتوري أن ينهار فجأة عندما يجعل الشعب من الوصول إلى مصادر السلطة أو السيطرة عليها متذبذباً أو مقطوعاً لقد تم انتخاب الدكتاتور الاندونيسي سوهارتو رئيساً مدى الحياة لكن تم التنحيته في وقت قصير وكلف غضب تاجر متجول مهضوم الحقوق دكتاتورة نوس عرشة أما حسن مبارك وعلي صالح الذان حكم على امتداد أربعة عقود فقد أطيح بهما على يد المستضعفين الغاضبين كذلك لاق شاه إيران قبلهم نفس المصير رغم شرعيته المفبركة التي ربطته بالسلالة الأخمينية العريقة وتحصونه بحماية الآلاف من الحرس الملكي إضافة إلى تأييد ودعم إسرائيل والغرب لا تستطيع أي دكتاتورية إخضاع شعب ما دون موافقة هذا الأخير حين يرفض الشعب طاعة الدكتاتورية والتعاون معها فإنها تصبح مجردة من السلطة ويكون بالتالي مآلها الإنهيار إن رفض الدكتاتورية يهدمها لأنه يجفف مصادر قوتها لو لزم كل المواطنين منازلهم يوم الانتخابات الصورية فلن يكون للدكتاتورية انتخابات مزيفة تسمح لها بالحكم ولو أن العلماء والأئمة والمثقفين والصحفيين استنكروا جورة وظلمة دكتاتورية فلن تستطيع هذه الأخيرة الاحتجاج بالدين أو التاريخ أو الأساطير أو حجج أخرى للبقاء في الحكم لو قرر عمال الوظيف العمومي والمدارس والمصانع والخدمات القيام بإضراب وطني متزام لشلت حركة الدكتاتورية ولو أضرب عمال البترول والمالية والبنوك ومراكز البريد والمواصلات والنقل لما بقي للدكتاتورية موارد مادية تحت تصرفها للتحرك كما لو أن المدعين العامين والقضاة والشرطة قرروا عدم الإنصياع للدكتاتورية لفقدت هذه الأخيرة قدرتها على انتزاع إذعان الشعب عنوة تحت طائل العقوبة إن المبدأ الأساسي الذي يسير كل استراتيجية تغيير لا عنفي هو أن الطاعة شرط مسبق وجوهري للسلطة فعدم الرضوخ يحول بين النظام المستبد وبين الوصول ثم التحكم في الموارد البشرية والشرعية والقدرة على المعاقبة وهذا ما يمكنه من ممارسة السلطة ليست الغاية من الكفاح اللاعنفي محاولة لكسر الركائز التي تستند عليها الدكتاتورية من جيش وشرطة على وجه الخصوص لأن هذه الركائز تتشكل أساسا من أفراد قابلين للتأثر بل الهدف هو سحب هذه الركائز من تحت النخبة الدكتاتورية دون كسرها والأهم هو استمالتها إلى صف الشعب يعتبر منهج التغيير اللاعنفي أن الكفاح المسلح يتمركز حول مشكل وهمي فليس الإشكال في امتلاك الدكتاتورية للموارد الأمنية والعسكرية لانتزاع الطاعة من الشعب بل المشكل الحقيقي يكمن في العبودية الفكرية للشعب القانع بالدكتاتورية على الرغم من جورها وظلمها هناك من يتقبل الدكتاتورية كوجه من أوجه الالتزام الشرعي فالأئمة المضللون يدعون لذلك البعض الآخر يذعن من أجل مصلحة ما المحافظة على العمل أو منحة التقاعد أو حتى الحصول على نفوذ أو ترقية أو بعض المزايا المادية وصنف آخر من الناس يفعل ذلك بدافع التعود ببساطة أو إلا مبالد من باب أخطونا يا العرب رانا ملح وهناك من يقوم بذلك بدافع الضغط الاجتماعي كأغلب الناس خوفا من العقاب اللي خاف سلم أو حتى لأنهم فقدوا الثقة في أنفسهم وفي قراراتهم وآرائهم مسلمين مكتفين إذن فالإشكال الفعلي يكمن في الحالة النفسية لتلك العبودية الطوعية وما يجب التخلص منه هو ذلك الحبل النفسي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذه إذن هي أرض المعركة الحقيقية التي لا مفر من الانتصار فيها في درب الصراع من أجل الحرية ترجمة نانسي قنقر